استقبال اللعيمة كان مهم جدا لكن استقبال مارسل كولر ليك في النادي الاهلي واكيد جمعتكم مع بعض قعدة في جداية انضمامك لنادي الاهلي علشان يتكلم معاك علشان يقولك الفترة اللي جاية دورك هيكون ايه في الفريق ايه ابرز الحاجات اللي حصلت في الاعدة دي ما بينكو من مارسل كولر اول كلمة اللي قال لي خلاص يعني اخيرا باي اللعيم في النادي الاهلي اخيرا خلاص يعني بعد كده رح قعد ما هيتكلم معايا اتكلم معايا في كل حاجة في انه هو لازم تعرف ان انت داخل على نادي في اولا واخيرا ضغوطات بس ومسؤوليات بس وانادي ده لازم بيبقى عندهم رقم واحد ورقم مليون زي ما قلت حارتك النجاح فيش حاجة اسمها فشل ما فيش حاجة اسمها وسط على طول هو فرقم واحد في كل حاجة فلازم تبقى قد المسئولية ولازم تبقى قد حجم النادي انت جايه وانا متأكد ان انت على قد المسئولية دي بدليل ان انا كنت مصر عليك سنتين عشان اجيبك بس هي الظروف ما كانتش منسامحة في حاجات كتيرة فهنلعب بطولات كتيرة قوي اكيد مش هتشارك في كل البطولات عشان انت مش مقايد افريقيا اكيد هيبقى فيه وقت ان انا مش هلعبك فيه عشان خاطر هيبقى محتاج الناس اللي هي بتلعب افريقيا لازم تبقى بتشارك باستمرار عشان خاطر يبقى مراضين حسيات الملعب وحسيات المباريات بتلو ما عنديش مشكلة خالص انا ما انا ما علي انا انا هكتهد وهتمرن واللعبة ده بتعرب بنا ثم بتاع الموديل الفني هو هي قناعات قالك هتلعب ايه؟ يعني قالك ممكن احتاجك باك رايت احتاجك باك ليفت ممكن احتاجك مساك ممكن احتاجك وانجي رايت زي ما بطورة الكاس وحنا لسه نتكلم عنها امام الزمالي قبل ما اجي عاد معي قالي انا شايفك من الناس اللي بتحضر كورة كويس اه انا عايزة لعبك سير دباك ده ما كانش هي باك رايت وقالي انا شايفك لعبت انت مباراة البلدية لا البنك الاهلي خلي بالحرك بس لا والبلدية لعبت مساك الشوت التاني بلدية المحلة في المباراة دي واتفرجت عليه بدأت باك رايت وبعدك لعبت مساك صح ؟ بدأت باك لفت وبعد كيه روحت لعب مساك في اخر الشوت التاني فقالي انا عارف انت تستغرب طبعا قالي انا ليا وجهة نظر مختلفة تماما عن ايه انا بشوف ان اللعيب ان اللي عنده ان هو كرة كويسة وهادي في الملعب ومش متسرع وبينعب برجلو الاتنين دي حاجة ده ميزة كويسة لها بالنسبة لي فدي هتحليلي حاجة كويسة في الملعب غير ان انت بتلعب اصلا فدي بالنسبة لي اي مدرب في العالم بيتمنى يبقى عنده اللعيب بالكواليتي اللي هي بيحلله اي لعيب اه يعني انا مش بقولي ان انا كابتن ان انا بعظم في نفسي مثلا ولا بقول مثلا ان انا بلعف اي حتى لكن انا فعلا اي حد بيقعد معي بيقولي اللعيب اللي بيبقى عند مدرب بلعف اي مكان دي بتحلله 3 اربع العيبة بره الدكة حتى لو ع الدكة فدي بالنسبة لي دي خلتني ان انا ببقى يعني في كل مكان زي ما كريم قال في كل مكان بلعف في لازمات دي مية في المية كابتن ما بحبش اقولي ان انا لا انا مش بلعف المكان ده ما بقوله عركة German